قوم يتفكرون والله قلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يعد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براتي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء بنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم برين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستعون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكه لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على طراط مستقيم ولله عيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كنمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السماوى الأبطاع والأفئلة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك نآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جنود الأنام بيوتا تستقفونا يوم رعلكم ويوم إقامتكم ومن أطوافها وأبارها وأشعارها ثافا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ضلانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرعبي لتقيكم الحر سرعبي لتقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاء المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينصرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا هؤلاء الذين كنا ألمين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون ألمين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على آؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بهانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى عن المسلمين إن الله يحمل بالعجل والإحسان وإيتام بالقربة ويمنع الفحشاء والمنكر والبغي يعنكم لعلكم تذكرون وألقوا بعهد الله إذا آهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله لنكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِينَ قَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٌ إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عن ما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنسا وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قوأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما تلطانوا على الذين يتولونه والذين هم به مشرفون وإذا بتلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أفترهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليتبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك كوم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه مرضى من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبعوا على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم العاطلون لا جرم أنهم في الآخرة هم القاسرون ثم إن ربك للذين آجوا من بعد ما قسلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزق عردا من كل مكان فكفرت بأنهم الله فاذا قال الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكنوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميت تودم ونحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن الضراء وباغ ولا عاد فإن الله رفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين آدوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجانة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لرسول رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن استبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السمت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعرة الحسنة وجادلهم بالذي أحسن